الظاهر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخذ الطريقة من أبي بنفس في نفس المكان صفحة 59 حديث 9911 عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب يعني عبد الله كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن واطأهم يعني اتفق معهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبولها قبول يعني الفرج وقبولها وكشف عن ساقها إذا أراد أن يشتري جارية هكذا كان يفعل يعني من هذا التصرف الخشن هذا التصرف الخشن أخذه من أبيه كما فعل عمر في معاملته هذه مع هذا الأعراب ومع إبله والمسألة تذهب إلى أبعد من ذلك ترجمة نانسي قنقر